صباح الخير طبعا تعازينا للشهيد وإيدنا على محافظة إربد عروس الشمال مثلها مثل باقي محافظات المملكة بدنا نعرف من حضرتك أستاذ سمير إذا في تفاصيل عن الحادثة اللي صارت مبارح يعني أفضل ما يقال الآن أنه إحنا منتظر ما يصدر عن كل الأجهزة الأمنية المتعلقة بهذا الموضوع ما يهمني أنه كلنا اعتزاز بالشهيد البطل والاعتزاز بالباشا والد الشهيد كل الاحترام لشهدائنا اللي من الضروري أن يستمر الصمود والاستشهاد حماية للوطن والمواطن يعني ما جرى بإربد أنا باعتبره من السياسات الجيدة للأجهزة والدرك والأجهزة الأمنية في ضربات استباقية لأي تفكير أو توجه بالأذى للمواطن والمواطنين وما جرى هو تعبير على الأرض عن هاي السياسة اللي شعبنا الأردني كله فخر فيها لأنها بتحمي الوطن والمواطن يعني ما جرى من إصلاق نار المشكلة في وجود المواطنين وكثافتها في المنطقة كمان له علاقة بأنه الوقت كان في حركة كثيفة بالشوارع باعتبار مش بآخر الليل في فترة مبكرة يمكن أدى لبعض الانتباس اللي حصل لكن يعني أنا بأعتقد أنه ما جرى هو جزء من مما يجب أننا نأكد عليه إعلاميا وسياسيا كنواب وكحكومي وكمواطنين أنه لازم نكون كل ما يقضى من أجل أنه الوطن يظل في حالي جيدة وفي حالي آمنة لأنه هذا في حماية لكل المواطنين الأردنيين اللي صار هو في منطقة محددة في مدينة إربد وبعتقد أنه الآن الوضع حادي جدا لكن أكيد فيه سبعات وبعض الإجراءات اللي راح تستمر اليوم من أجل التأكد أنه الوطن والمواطن بحالي ممتازة وجيدة نعم إحنا بدنا نشكرك أستاذ سامير عويس النائب عن محافظة إربد وعن نقوم بإجراء هذه المداخلات حتى نعرف التفاصيل من المصدر حتى ما يصير فيه أي بلبلة في الأمور أكيد من حي أهالي إربد كلنا ثقة بأهالي إربد وبأجهزتنا الأمنية بشكل عام مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لنستكمل فقرات يوم جديد خليكم معنا